بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسريما كثيرا إلى مدين اللهم اغفر لنا ونشيخنا ولسامعين أقول مصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزان المجلود إلا مثله راه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين ثم أما بعد فأورد المصنف حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكي حزاني المجلود إلا مثله وذكر أن هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وقال المصنف إن رجال هذا الحديث ثقات وهذا الحديث صحاحه الجمال المرداوي في كفاية المستقنع وهذا الحديث موافق لقول الله جل وعلا الزان لا ينكيح إلا زانيةً أو مشركة والزانية لا ينكيحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وهذه الآية في كتاب الله جل وعلا ذكر جمعٌ من المفسرين وممن كتب في أحكام القرآن كأبي بكر بن العربي وغيرهم أن هذه الآية هي من أشكل آيات كتاب الله عز وجل تفسيرًا ومعنى لأن هذه الآية تحتمل إما أن يكون الصياغة فيها أي صياغة الأمر أو هل هي من باب صياغة الأمر والإنشاء أي لا ينكيح فتكون موافقة لما هنا وتحتمل أنها تكون من باب الإخبار هذا من جهة إذن الآية تحتمل أن تكون من باب الأمر والإنشاء وتحتمل أن تكون من باب الإخبار ومن جهة أخرى فإن قوله الزان لا ينكيح إلا زانيةً أو مشركة النكاح هنا يحتمل أن يكون المراد به العقد ويحتمل أن يكون المراد به الوطن هذه من جهة ثانية ومن جهة ثالثة يتعلق فيما يتعلق بابتداء عقد النكاح واستدامته ولذلك قيل إن في بعض الأمور المتعلقة بالإنشاء لم يقل أحد بها وعلى العموم فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى فقهاءنا أعني يقولون إن المرأة لا يجوز له من باب الحكم التكليفي أن يتزوج امرأة وقعت في الزنا وكذلك المرأة لا يجوز لها أن ترضى وأن تقبل بالزواج من رجل قد وقع في الزنا سواء كان هذا الرجل محصناً أو غير محصن وقد جعلوا من شرط ذلك أي من شرط الزواج بالزانية أو عكسه أن يكون الزوج المقابل تائباً فإن لم يتب فإنه لا يجوز الزواج به وبذلك قضى الصحابة رضوان الله عليهم وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه بيَّن صفة معرفة توبة المرأة الزانية فقال إذا رودت فلم تقبل الزنا فإنها تائبة ومعنى ذلك أن الرجل إذا كانت لهم رأة يخادنها ثم أراد الزواج بها فإنه لا يجوز له أن يتزوج بهذه المرأة إلا إذا علم أنها قد تابت وصفة توبتها كما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا الأمر وإن كان لا يظهر بحمد الله عز وجل في نساء المسلمين إلا أنه ظاهر لمن أراد أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب فإن كثيرا من الناس إذا أراد أن يتزوج بامرأة من أهل الكتاب فإن هذه المرأة ربما كان قد خادنها قبل ذلك وقد قال الله جل وعلا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب فلا بد أن تكون محصنة غير زانية وأما المؤمنة فإن هذا تبع للإيمان أي اشتراط العثة وذلك فإنها ربما تقول إني لا أريد الزنا لكن نقول نعرف أنها صادقة في توبتها من الزنا إذا كان خدينها هذا قد راودها فإن تمنعت من ذلك فإنها صادقة في توبتها وإحصانها وإلا فلا هذا هو مجمل الكلام في المسألة في ابتداء العقد وأما بعده أي بعد العقد فإن فقهاءنا يقولون إن المرأة إذا علمت أن زوجها قد زنا فإنها بين أمرين إما أن يكون ذلك قد ثبت عليه فإذا ثبت عليه جازل القاضي أن يفرق بينهما لعدم الكفاءة في الدين وهذه الكفاءة هي الطارئة لأن الكفاءة في الدين إذا طرأت فإنه حينئذ يجوز للقاضي أن يفرق بينهما وأما إذا المرأة لم تستطع إثبات ذلك أمام القاضي فيجب عليها أن تفتدي نفسها وجوبا لأن الزان لا ينكح إلا زانية أو مشركة وأما الرجل إذا وقعت امرأته في الزنا ولم تتب منه طبعا لأن الاستدامة كالبتداء فإنهم يقولون يجب عليه أن يفارقها ويجوز له أن يعضلها لأجل أن تفتدي منه ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة والمراد بها الزنا الصريح هذا هو ملخص كلام الفقهاء في المسألة وإلا فإن توجيه الحديث والآية من المشكلة ووجه الاستشكال في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله فالاستشكال الأول أنه قال الزاني وأطلق والفقهة إنما يستثنون الزاني إذا تاب فإنه يكون عفيفا فإذا تاب الرجل وأناف فإن توبته تجب ما قبل ذلك هذا من جهة الجهة الثانية في قوله المجلود وظاهر ذلك أنه إذا لم يقم عليه الحد فإنه يصح نكاحه وهذا أيضا محل استشكال ثاني فإنه لا يصح تزويج الذي يقع في الزنا وإن لم يقم عليه الحد ولكن قد يقال في توجيه هذين الأمرين إنما خرج مخرج الغالب أي الذي يستحق الجلد وهذا معنى قوله المجلود قال إلا مثله أيضا هذا من محل استشكال الثالث فكيف يجوز للمرء أن يتزوج زانية ولو كان هو زاني فالوصف هذا لا يتعلق بإباحته لهم ولكن يقولون إن قوله إلا مثله خرج مخرج التنفير خرج مخرج التنفير وليس مخرج الإباحة إذن هذا الحديث الحكم المتفق عليه ما تقدم ذكره من عدم المكافأة في الدين إذا وقع أحد الزوجين في الزنا إلا إذا رفع عنه ذلك الحكم بالتوبة وأما بعض قيوده فإنها خرجت مخرج الغالب أو خرجت مخرج التنفير أو المستقبل المستقبل باعتبار أنه يستحق الجلد نعم أحصل الله إليكم يقول رحمه الله تعالى وأن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثة فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ماذا قال أول متفق عليه واللفظ المسلم نعم هذا حديث عائشة أو حديث القاسم بالعبد الرحمن عن عائشة أنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثة هذا الرجل الذي طلق امرأته ورفاعه رضي الله عنه قد طلق زوجته تميمة كما ذكر ذلك غير واحد من من عني بذكر مبهمات الأحاديث قال طلق امرأته ثلاثا في قوله طلق امرأته ثلاثا يحتمل احتمالين إما أن يكون قد طلق الثلاث بلفظ مجموع أو لفظ واحد وعندنا فرق بين اللفظ المجموع واللفظ الواحد فإن اللفظ المجموع أن يجمع في جملة واحدة فيقول أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق هذا المجموع وأما اللفظ الواحد أن يقول أنت طالق بالثلاث إذن هناك فرق بين اللفظ المجموع واللفظ الثلاث بلفظ واحد هذا الاحتمال الأول والاحتمال الثاني أن يكون قد طلقها ثلاثاً في ثلاثة مواضع أي طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها لماذا ذكرنا هذين الاحتمالين؟ لأن مشهور المذهب استدلوا بهذا الحديث على أن الطلاق الثلاث سواء كان مجموعاً أو بلفظ واحد أنه يقع واستدلوا بحديث هذا حديث رفاعة حينما طلق امرأته ثلاثاً فقالوا ظاهره أنه أنه طلقها ثلاثاً بلفظ واحد أو بلفظ مجموع فحينئذ وقع الطلاق وأنظاه النبي صلى الله عليه وسلم وأما على الرواية الثانية التي يرى أصحابها أن الطلاق المجموع والطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع إلا واحدة وسيأتي إنشار معنا تفصيل ذلك في كتاب الطلاق فإنهم يقولون إن المراد بهذا الحديث إنه طلقها في مواضع مختلفة ولا يلزم إذا تطرق الاحتمال أن نأخذ أحد الاحتمالين دون الثاني بل نأخذ مجتمع فيه الدليلان وسيأتي شاء الله المسألة في مضنتها ولكن نشير له إشارة قال فتزوجها رجل أي بعده ثم طلقها قبل أن يدخل بها قوله قبل أن يدخل بها مر معنا أن هناك بعض الأحكام متعلقة بالدخول وهناك بعض الأحكام متعلقة بالخلوة وأما الأقل من الأحكام فهي المتعلقة بالوطن إذن هناك أشياء تتعلق بالدخول وبعضها تتعلق بالخلوة وبعضها تتعلق بالوطن وكثيرا ما يطلق الفقهاء الدخول ويريدون به الوطن وهذا وارد في الحديث فهنا عائشة في قولها لم يدخل بها قصدها لم يطأ بها لا أو لم يطأها إذن قولها قبل أن يدخل بها أو قبل أن يدخل بها إذن لم يطأ هذه المرأة قال فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول هذا الحديث نص على أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا وبانت منه بينونة كبرى والبينونة الكبرى إنما تكون بعد الطلاق الثلاث أي إذا طلق رجل زوجته ثلاث مرات فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فدل ذلك على أنه تسمى البينونة الكبرى هذه البينونة الكبرى لا تحل زوجها الأول إلا بأن تتزوج رجلا آخر ومن شرط هذا الزواج أولا أن يكون الزواج زواج رغبة ليس زواج تحليل ومر معنا الحديث في أن نكاح التحليل باطل والشرط الثاني أنه لا بد أن يكون فيه وطء وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذوق الآخر أي الزوج الآخر من عسيلتها أن يكون هناك وطء إذن هذا الجملة كما قال الشيخ تقيدي نص في أنه لا بد من العسيلة لإحلالها لزوجها الأول لا بد من ذلك وعلى هذا أجمع أهل العلم ولم يختلفوا في ذلك ولم يخالف فيه إلا سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وقد ذكرت هذا الخلاف لغرض لأن سعيدا عليه رحمة الله من أعلم التابعين بآثار الصحابة ومن أعلم التابعين بآثار النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ومع ذلك غابت عنه هذه السنة ويدلنا على أن المرأة وإن اتسع علمه واتسع اطلاعه فلا بد أن تخفى عليه مسائل وأن تفوت عليه مسائل أخرى وقد جاء رجل لأحد الآئمة فقال له إن هذه المسألة لم أسمع بها قبل فقال كم تعلم من العلم نصفه قال لا قال ثلثه قال لا إلى أن قال عشر قال يمكن عشر العلم قال فلعلها في تسعة الأعشار التي لا تعلمها وذلك المرء كلما أعجب بنفسه في العلم كلما كان ذلك سببا للوقيعة في الخطأ وقد ذكروا أن القاضي الماوردي الشافع صاحب الحاوي أنه مرة ذكر عن نفسه أنه صنف بابا عظيما من أبواب أو ألف مصنفا كاملا في باب البيع حتى قال عن نفسه لقد ظننت أني أعلم أهل الأرض بهذا الكتاب أي كتاب البيع يقول فلما أنهيته في الليل جاء الصبح فجلس في درسه فجاءت امرأة فسألت الماوردية عن سؤال في البيع قال فلم أستطع أن أجيب ما استطع أن يجيب عليها فأجابها رجل في طرف الحلقة فقالت هذه المرأة لأنت تعني الطالب الذي في الطرف وغالبا الطالب الذي كان في طرف الحلقة يكون أضعف من الذي يكون مقدما قالت له المرأة لأنت أولى بذلك المقام من ذلك الشيخ إذن كل شخص يقع منه خطأ ونسيان وذهول ويقع منه جهل وذلك قال أحمد الخطأ ومن يعرى عن الخطأ من الذي يعرى عن الخطأ كل ناس يقع منه خطأ وذهول فالمقصود من هذا أمران أن المرأة لا يعجب بنفسه من جهة ومن جهة أخرى أنه يعتدل لغيره من أهل العلم بأنهم بشر يجهلون وينسون ويخطئون وغير ذلك من العوارض التي تعرض على البشر ولا ينقص ذلك من قدرهم شيئا فسعيد هنا مع أنه أعلم التابعين ولا شك أنه من أعلمهم ويرجع إليه الصحابة مع ذلك خفيت عنه هذه السنة إذن قلنا إن هذا الحديث فيه دليل على أنه لا بد ويشترط في إباحتها من العسيلة وينبني على ذلك مسائل نذكر مسألة أو مسألة باب التطبيق فقط المسألة الأولى أنه إذا لم يكن فيه وطء من طريق مباح وإنما كان هناك وطء من طريق محرم فإن هذا الوطء الذي يكون من طريق محرم لا يبيح المرأة إلى زوجها الأول وهذا بلا خلاف بين أهل العلم كما حكى الشيخ تقي الدين فقد ذكر أن الوطء الذي يكون من طريق محرم كالدبر مثلا وغير ذلك لا يبيح هذه المرأة لزوجها الأول بإجماع المسلمين بلا خلاف من الأمور التي تتعلق بذلك أن المرأة إذا تزوجت رجلا آخرا وكان هذا الرجل إنما منعه من الوطء العجز لأن كان عنينا أو غير ذلك فإنه في هذه الحال نقول وإن كان المانع ليس بإرادة من الثاني ولا من الزوجة نفسها وإنما هو عارض فإن هذا أيضا لا يبيحها لزوجها الأول لا يبيحها لزوجها الأول فليس كل تطليق يبيح الزوجة البائنة لزوجها الأول بل لا بد أن يكون فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذوق الآخر من عسيلتها نعم أحسن الله إليكم يقول ورحمة الله تعالى باب الكفاءة والخيار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضها أكفاء بعض إلا حائق أو حجام رواه الحاكم وفي إسناده رواه لم يسمى واستنكره أبو حاتم وله شاهد عند البزاري عن معاذب جبل بسند مقطع وعن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة انكحوا أبا هند وانكحوا إليه وكان حجاما رواه أبو داود والحاكم بسند جيد بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعقد باب في الكفاءة ثم أعقبه ببعض المسائل المتعلقة بالخيار فابتدأ بالكفاءة والكفاءة التي يتكلم عنها أهل العلم قد تكون كفاءة في النسب وقد تكون الكفاءة كفاءة في المهنة فإن بعض المهن تكون مهنة دنيئة وبعض المهن تكون مهنة عالية وهكذا إذن الكفاءة تكون تعتبر في أكثر من شيء والأحاديث التي وردت في الكفاءة في الحقيقة هي أحاديث يعني مختلفة ففي بعضها اشتراط للكفاءة وفي بعضها نفي لاشتراط الكفاءة وهذه الأحاديث أوردت استشكالا لأهل العلم في هذه المسألة وفنورد الأحاديث التي وردت في هذا الباب أولا ثم أذكر كلام الفقهائي في المسألة أول حديث الباب مما أورده المصنف هو حديث بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجام قال رواه الحاكم أي في المستدرك وفي إسناده راو لم يسمى أي مبهم قال واستنكره أبو حاتم في الحقيقة أن أبو حاتم لم يكفي باستنكاره بل إنه حكم بأن هذا الحديث كذب وقد نقل أبو داود عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال إن هذا الحديث ضعيف فضعف هذا الحديث جمع من أهل العلم وهذا الحديث في الجملة الأولى فيه وهو قوله العرب بعضهم أكفاء بعض ينظر لها من جهتين الجهة الأولى في كولهم أكفاء لبعض باعتبار أنهم عرب على سبيل إطلاق فكل عربي يكون كفأ للعربي الآخر وهذا هو المجزون به في المذهب فإن كل عربي يكون كفأ للعربي الآخر مطلقا هذا الأمر الأول وقوله والموالي بعضهم أكفاء لبعض واضح معناها لكن مفهوم قرن هاتين الجملتين ببعضها أن المولى وهو المعتق لا يكون كفأ للعربي لا يكون كفأ للعربي وهذا مفهوم هذا الحديث ولذلك الإمام أحمد أخذ من هذا الحديث بعض الشيء وأخذ من الحديث التي بعدها شيء معين إذن في الحديث الأول يدل على أن هذا الحديث دليل على أن الموالي ليسوا أكفاء للعرب بالمفهوم وأما المنطوق فإنه يدل على أن العرب بعضهم أكفاء لبعض والمذهب أن العرب جميعا أكفاء لبعض هذا المجزون به فلا فضل لعربي على آخر فلا يقال إن القرشية لا تتزوج غير القرشي وهكذا ولما سأل أبو داود الإمام أحمد عن هذا الحديث قال كيف تأخذ به وأنت تضعفه كذا في مسائل أبو داود قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن العمل عليه فاحتج بالعمل على الأخذ بهذا الحديث مع تضعيفه له هذه من جهة أنا لم أبين طبعا المذهب في مسألة الكفاء إلا بعد أن نورد الأحاديث قبل أن ننتقل للحديث الثاني وأريد أن نقف عند مسألة وهي قضية قوله العرب المراد بالعربي ثلاثة أوصف إما أن يكون عربيا بلسانه فمن كان لسانه لسانا عربيا فإنه يسمى عربيا والأمر الثاني من كان عربيا بطبعه في لبسه ودله وهديه وأخلاقه فإنه يكون كذلك عربيا إن اجتمع مع الثاني والأمر الثالث من كان عربيا بنسبه وهي أضعف العربية ولكنها عربية ولذلك لا يشك أحد أن بلالا رضي الله عنه هو عربي وإن كان حبشية رضي الله عنه إذن فالعربية ثلاثة أمور نص على أن هذه الثلاثة أمور على اعتبارها في العربية ذكرها الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير العجم وشر العجم أشبههم بالعرب أي في دله ولبسه ولسانه وغير ذلك وشر العربي أشبههم بالعجم فمن يتشبه بالعجم في لبسه وفي لسانه وفي غير ذلك فهو في الحقيقة أبعد عن العربية من ذلك الرجل الذي هو أقرب إليهم بلسانه وبدله وإن كان نسب الأول عربيا صليبا والثاني ليس كذلك وهذه المسألة مهمة جدا لمعرفة من هو العربي بنعناه العام الشمولي أليس خاصا بمجرد النسب طيب الحديث الثاني الذي أورده المصنف حديث فاطمة بن تقيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكحي أسامة وهذا الحديث الصحيح ولا شك فهذا الحديث أورده المصنف للدلالة على أن المولى يجوز أن يتزوج العربية فإن فاطمة بن تقيس رضي الله عنها كانت قرشية فهرية من بني فهر فهم من صليب قريش وأما أسامة بن زيد فإنه مولى وابن مولى النبي صلى الله عليه وسلم بل أبوه زيد بن حارث رضي الله عنه تزوج زينب بن تجحش وهي قرشية أيضا فأورد المصنف هذا الحديث للدلالة على أن الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح ليست شرطا في صحة النكاح الحديث الثالث الذي أورده المصنف حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة وبنوا بياضة هؤلاء حي من الأنصار منهم أبو هند فإنه كان من مواليهم أعتقوه أو أعتقوا أباه وأصوله فأصبح حجاما رضي الله عنه قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه أي وتزوجوا من أبنائه وبناته قال وكان حجاما قال رواه الإمام أحمد والحاكم بسند جيد المصنف أورد هذا الحديث للدلالة على إسقاط الكفاءة من شرط النكاح ولكن هذا الحديث وإن قال المصنف إن سنده جيد إلا أن كبار الأئمة لم يصححه وذلك قال الإمام أحمد إن هذا الحديث منكر جدا لم يقل منكرا فقط وإنما قال هو منكر جدا وضعفه عليه رحمة الله وهذا الحديث فيه علل كثيرة جدا والصواب فيه أنه مرسل ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم كما نقل تصحيح ذلك الشمس الزركشي في شرح الخرقي إذن هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسقاط الكفاءة وكذلك أيضا لا يصح حديث في اشتراطها ولكن العمل على اشتراطها كما سبق معنا فالأحمد نقل عن عدم صحة يعني شيء في هذا الباب صريح لا في الإثبات ولا في النفي عندنا هنا مسألة ما حكم اشتراط الكفاءة في النسب مشهور المذهب والمعتمد عند المتأخرين أن الكفاءة في النسب ليست شرطا في صحة النكاح بخلاف الكفاءة في الدين فإن الكفاءة في الدين شرط في الصحة سواء كان إسلام وكفر أو عدالة أو فسق مثل أن يتزوج الزاني غير الزانية وهكذا فعندهم أن الكفاءة في النسب ليست شرطا للصحة وإنما هي شرط لللزوم هذا هو المشهور المذهب المعتمد ومعما كونها شرطا لللزوم أن يجوز فسخ النكاح لعدم المكافأة في النسب ولكنه صحيح وكل ما ترتب عليه من آثار فإنها تثوت من مهر ومن وطء ومن ولد ومن نفقة وغير ذلك ولا يترتب عليه أي عقوبة فهو نكاح صحيح مكتمل الأركاب لكنه شرط لللزوم ومعنى قولنا إنه شرط لللزوم يعني أنه يجوز لمن له الحق أن يفسخ النكاح به ومن الذي له حق في الكفاءة النسب على مشهور المذهب أنه حق للأولياء جميعا ليس خاصا بولي النكاح فقط بل كل الأولياء قالوا لأنه قد تلحق معرة بجميع الأولياء بسبب هذا النكاح فأصبح حقا لهم في الفسخ هذا هو مشهور المذهب المعتمد عند فقهائنا رحمة الله عليه الرواية الثانية التي ذكرها الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى فإنه لما ذكر تعارض هذه الأحاديث قال الصحيح أن الكفاءة في النسب يعني وكذلك كفاءة المهنة كفاءة النسب أن يكون مولى يتزوج من ليس بمولى أو تكون المهنة مثل حجة قال والصحيح أن الكفاءة في هذين الأمرين في النسب والمهنة غير مشروط ليس شرطا لعدم يورود الدليل أدال على شرطيتها قال ولكن ما روي فيها من آثار ومن معاني ومنها الحديث المتقدم الذي قال أحمد العمل عليه يدل على اعتبارها في الجملة لكنها ليست شرطا إذن دل على اعتبارها فهي من باب الأدب والاستحسان وكمال عقد النكاح وجود مثل هذه الكفاءة عند الابتداء وظاهر كلام الموفق وهذا الكلام نقل عنه ابن أخيه ابن أبي عمر في الشرح ومن ميزة الشرح كما مر معنا باب التعريف فيه قبله أمور منها أنه يميز كلام المصنف اللي هو الموفق ومنها أنه يخرج الأحاديث أوسع ومنها أنه يعني يوضح بعض الكلام الذي أجمله المصنف وإن كان قليلا فالأمر الرابع من ميزات الشرح الكبير أنه مرتب على ترتيب المقنع المعتمد عند المتأخرين بينما المغني مرتب على ترتيب الخرقي والقول بأن كل ما في الشرح الكبير هو موجود في المغني لا بل يتميز عليه بأربعة الأمور ذكرناها قبل قليل نعم طبعا بقي عندنا هنا مسألة في قوله بسم باب التذكير في قول فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنكحي أسامة كان ذلك حينما تأيمت رضي الله عنها ولما تأيمت وانقضت عدتها تقدم لها معاوية وأبو جهم وأسامة فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فأشار لها بأسامة فقال إنكحي أسامة وكان أفقر الثلاثة ولكنها بعد ذلك حمدت وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأته من أسامة هذه السبب النزول أو سبب إراد هذا الحديث له غراض ونقلت لكم قبل إن الحافظ لا يرد إلا محل الشاهد غالبا ويترك الباقي لأن الشارح لهذا المتن يكتفي على محل الباب فقط هذه نستفيد منها أمران أمر الأول أن من نصح في عقد نكاح فيجب عليه أن يكون صادقا وإن خشي من أن يقع في إثم من جهة أنها تكون غيبة أو كان تصوره عن رجل معين إنما هو ظن أو غلبة ظن وليس يقينا فإنه يعرض ولا يصرح فيقول إنكحي فلان فإنه أولى من فلان أو يأتي بعيب أدنى ويترك العيب الأعلى الذي يخشى أنه يعني يكون قدثا أو أنه يكون مثلا من باب يعني الغيبة أو أنه يكون أيضا من باب الظن وليس من باب اليقين هذا من جهة الجهة الأخرى سبق معنا أنه لا يجوز المرأة أن يخطب على خطبة أخيه ومما يتعلق بالخطبة على الخطبة هؤلاء ثلاثة خطبوا فاطمة رضي الله عنها وقد حمل فقهاؤنا هذا الشيء من فاطمة رضي الله أو من هؤلاء الصحابة مع فاطمة على أن فاطمة لم تركن إليهم ما ركنت ما قالت نعم لا بنص ولا بدلالة حال نعم ذكر في المغني هالكلام هذا اللي في ذهني لا أعلم هل في المغني شيء حذفه لا أدري لا أعلم ما مر عليه أنه في المغني شيء ليس في الشرح لا أعلم إلا أن يكون اهتمال سقط سقط أحيانا يعني سقط بسبب المخطوطات وكذا نعم يجوز يعني أن الواحد يخطب وحده وهي مخطوبة ما يجوز تكلمنا عنها في الدرس قبل الماضي أنه ما يجوز إذا ركنت إليه تعرف إنها مثلا فلان خطبها بس ما وعا فقوة ألي شيء ركنت إذا ركنت المرأة ما يجوز العبر بالمرأة لا بأهلها أحسن الله إليكم يقول ورحمه الله تعالى وأن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت متفق عليه في حديث طويل ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا وفي رواية عنها كان حرا والأول أثبت وصحى عن ابن عباس عند البخاري أنه كان عبدا هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت خيرت بريرة رضي الله عنها مولاة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قال خيرت بريرة على زوجها حين عتقت معنى أنها خيرت أي جعل لها الخيار في إمضاء عقد النكاح أو فسخه هذا معنى قول خيرت حين عتقت أي حينما أعتقت فقد كانت مملوكة ثم أعتقت بعد ذلك قال ولي مسلم عنها أي أن مسلم روى عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا قال وفي رواية كان حرا قال والأول أثبت قبل أن ننتقل لما جاء عن ابن عباس في هذا المسألة نتكلم عن إسناد هاتين الروايتين اختلف على عائشة رضي الله عنها في زوج بريرة حينما أعتقت هل كان حرا أم كان عبدا وقد ثبت في صحيح مسلم روايتها الرواية الأولى أنه كان عبدا ورواية أنه كان عبدا جاءت من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها والرواية الأخرى أنه كان حرا وقد جاءت في مسلم أيضا من طريق عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وأهل العلم قدموا كونه كان عبدا على كونه كان حرا للجهات الجهة الأولى قالوا وإن كان القاسم بن عبد الرحمن ابن أخي عائشة الذي روا عنها فإن عروة بن الزبير كان ابن أختها فأصبح قربهما إليها رضي الله عنها سواء فلا نقدم أحدهما على الآخر بكونه أقرب فإن ابن الأخت وابن الأخ متقاربا فلا نقدم رواية القاسم بن عبد الرحمن على رواية عروة بل نقدم رواية عروة لأسباب السبب الأول أن عروة بن الزبير رضي الله عنه قد وافقه حديث بن عباس الذي سيأتي بعد قليل وهو أنه كان عبدا بل إن أغلب الناس كما قال إبراهيم بن أبي طالب قال أغلب الناس يروي الحديث أنه كان عبدا ولم يكن حرا والأمر الثالث أن مسلما قد روا في صحيحة أن شعبة روا هذا الحديث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي القاسم عن عائشة رضي الله عنها وأنه كان حرا قال شعبة رحمه الله تعالى ثم سألت عبد الرحمن بن القاسم عن زوجها بعد ذلك بعد فترة فقال لا أدري فهذه الجملة التي نقلها مسلم وكتاب مسلم فيه من نكة العدل ما لا يوجد في كثير من الكتب المسندة ولكن قد لا يذكر كلامه وإنما يشير لها إشارة ليعرفها المختص هذه تدلنا على أنه احتمال أن زيادة كان حرا ليست من من القاسم بن عبد الرحمن وإنما من من دونه عبد الرحمن بن القاسم ابنه فيكون الخطأ من من دونه وذلك فإن عبد الرحمن بن القاسم نقل عن شعبة أنه بعد ذلك توقف قال لا أدري هل كان حرا أم لم يكن حرا واحتمال أنه يكون القاسم بن عبد الرحمن هو الذي أخطأ فيها إذن هذه هي المسألة قال وصحى عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أنه كان عبدا وبهذا يصحح أو يرجح رواية يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن زوجة بريرة كان عبدا هذه الحديث فيه من الفقه مسائل أول مسألة معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم خيرت خيرت أي خيرت بريرة حينما عتقت تخير بريرة رضي الله عنها هل كان لكونها عتقت تحت عبد فكملت وكان زوجها ناقصا فيصبح التخير لعدم الكفاءة أم أن تخير بريرة رضي الله عنها لكونها ملكت نفسها وكانت قبل ذلك غير مالكة لنفسها وإنما كانت ملكا لسيدها فأصبح أمرها إليها فأصبح الاستدامة كالابتداء فلابد فيها من الإذن فقهاؤنا يقولون إنما هو للأمر الأول لكون زوجها كان عبدا لأن هذا هو الأصح من الروايات هذا هو الأصح من الروايات وبناء على ذلك فإنهم يقولون إذا عتقت الأمة وكان زوجها حرا فليس لها الخيرة في بقاء النكاح وفسخه وأما إن كان زوجها عبدا فلها الخيرة لأنها أصبحت أكمل بعدما كانت ناقصة فأصبحت كاملة لأنها الآن معتقة وبناء على ذلك فإن الأمة إذا عتقت وزوجها عبد خيرت إما أن تختار المكث معه والبقاء وإما أن تختار نفسها فتكون فرقة بينهما ولا تكون طلاقا وإنما تكون فرقة فرقة بغير طلاق فتستبرئ بحيضة واحدة فقط نعم صلى الله عليه وسلم يقولون رحمه الله تعالى وعلي الضحاك ابن فيروز الديلمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختاني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت رواه الخمسة إلى النسائي وصح من أحبان والدار قطني والبيهقي وعله البخاري نعم هذا حديث ضحاك بن فيروز رضي الله عنه أن أباه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أسلمت وتحتي أختاني أي قد تزوجت أختان معا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت طبعا جاء في بعض دوايات الحديث أن فيروز رضي الله عنه عمد إلى أسبقه ما صحبه ففارقها يعني القديمة فارقها وأبقى الثانية الجديدة قال رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصحابه بن حبان والدار قطني والبيهقي قال وأعله البخاري البخاري أعل هذا الحديث قال كما في التاريخ قال لأن هذا الحديث جاء من طريق الضحاك بن فيروز عن أبيه ورواه عن الضحاك رجل يسمى بأبي وهبن الجيشاني قال البخاري ولا يعلم سماع هؤلاء بعضهم من بعض أي لا يعلم أن أحدا من هؤلاء يعني اللي هو الضحاك أنه سمع من أبيه ولا أن أبا وهب الجيشاني سمع من الضحاك هذا هو إعلال البخاري ولكن هذا الحديث كما ذكر مصنف صحابه بن حبان صحابه الدار قطني والبيهقي وحسن إسناده أيضا الشيخ تقي الدين بن تيمية ولعل هذا هو الأقرب ومعلوم أن البخاري رحمه الله تعالى كان يعني متشدد في قضية السماع كما هو معلوم في هذه المسألة وهذه المسألة مشهورة جدا حتى ألف بعضهم فيها كتبا مفردة ككتاب بن رشيد السنن الأبيان في المحاكمة بين الإمامين في السنن المعنعن وغير ذلك هذا الحديث فيه أو قبل أن نعم فيه من الفقه مسألة وهو أن المرأة إذا تزوج أو أسلم وتحته زوجتان وهاتان الزوجتان لا يجوز الجمع بينهما لكونهما أختين أو إحداهما عمة الأخرى أو خالة أو كون إحداهما إذا فرض أنها ذكر والأخرى أنثى فلا يجوز زواجها بها فإنه حينئذ يجب عليه أن يفارق أحدهم يجب عليه أن يفارق واحدة من هذه الزوجات وقول النبي صلى الله عليه وسلم طلق ليس المراد بقوله طلق الطلاق المعروف المحسوب وإنما قوله طلق بمعنى فارق هذه المرأة وسرحها وأرسلها وليس المقصود الطلق وبناء على ذلك فإن مشهور المذهب وموافق لمذهب الشافع يقولون إن الرجل إذا أسلم عنده أختان فإنه يختار واحدة منهما فقط والثانية يفارقها فيكون فسخا ولا يحسب من التطلق فلو ماتت الأولى أو طلقها ورجع إلى الثانية فإنه يستألف الطلاق فإنه يستألف حساب الطلاق الثلاثة اتداء وهذا خلافا لما جاء عن بعض أصحاب مالك وأبي حنيفة من أنه يحسب طلاقا فيعد من الطلاقات وتمسك بظاهر النص وإذلك استدل فقهاؤنا بالرواية الثانية التي جاءت عند الترمذي فإن لفظ قوله طلق أيهما شئت هذه لفظة أبي داود واللفظة الأخرى التي جاءت عند الترمذي اختر أيهما شئت اختر فيكون قوله اختر من باب فقوله طلق من باب الرواية بالمعنى وأما الموافق للأصول فإنها الرواية الثانية التي عند الترمذي وهو قوله يجب من حين العلم بالحكم أن يختار واحدة فيبقى نكاحها صحيحا ولا يلزم تجديده والثاني يكون فسخا ولا يكون عدم اختيارها لأن الاختيار يكون للصحيحة التي يرغب بها والثاني يكون فراقا ولا يحسب أحسن الله إليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نصفة فأسلمنا معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة رواه أحمد والترمذي وصحب بن حبانا والحاكم وعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم نعم هذا الحديث حديث غيلان رضي الله عنه في يعني أنه أسلم وله عشر نسوة فأسلمنا معه جميعا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة بمعنى أنه يتخير غير المطلقة ويبقي والمطلقات لا يختارهن ذكر أن هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه بن حبان والحاكم وقد أعله جمع الأهل العلم كالبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وكذلك أعل هذا الحديث مسلم والإمام أحمد وقد قال الإمام أحمد إن هذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح وجه عدم صحة هذا الحديث طبعا قبل أن نتكلم عن وجه عدم الصحة أن بعضا من أهل العلم كابن أبو المجد حينما نقل كلام أهل العلم في تضعيف هذا الحديث قال وهذا يعني لما نقل تضعيفهم قال هؤلاء الأئمة صرحوا بتضعيف هذا الحديث ولكنه يعني غير مبيم فإن إسناد هذا الحديث كذا يقول فإن إسناد هذا الحديث جاء من طريق معمر عن الزهر عن سالم عن أبي وإسناد هذا الحديث ظاهره أنه ثابت لا مطعن فيه يقول ظاهره أنه ثابت لا مطعن فيه فإنهم رجال وثقات معمر من أمة المسلمين والزهري من أمة المسلمين وسالم بن عبد الله بن نافع من أمة المسلمين وعبن عمر رضي الله عنه كذلك فيقول مطعنهم في غير محله والحقيقة أن الأمر ليس كذلك فإن هؤلاء الأئمة يعني علموا من الحديث ومن طرقه الشيء الكثير والمطعن في هذا الحديث باختصار إنما هو على معمر فإن معمر الذي روى هذا الحديث عن الزهري من أئمة المسلمين ولا شك ولكنه في آخر حياته كف بصر فأصبح يروي الحديث من حفظه ولذلك كان يغلط كثيرا وما رواه عنه العراقيون وغيرهم فيه غلط كثير بخلاف الذين كانوا يروون عنه من كتبه ومن الذين يروون عنه من كتبه عبد الرزاق الصنعاني عبد الرزاق بن همام الصنعاني وغيرهم فإن أولئك يروون عن معمر من كتبه قبل أن يكف بصره وقبل أن يروي من حفظه وهذا الحديث أي حديث الزهري رواه كبار أصحاب الزهري كشعيب وشعيب من أوثق أصحاب الزهري روا هذا الحديث ليس من طريق سالم عن أبيه وإنما رواه عن الزهري قال حدثت لعنى أن فيه انقطاع قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي عن غيلان به إذن ففيه انقطاع وهو ليس من طريق سالم وإنما هو من طريق محمد بن سويد الثقفي وأما الحديث الذي رواه الزهري عن سالم عن أبيه فهو حديث آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال يعني لأن عمر يعني أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر رضي الله عنه لترجعن في ذلك أو لأرجمنك كما يرجم قبر أبير غال فهذا الحديث أصبح لبس عند معمر فأخطأ فيه والتبير لهذا الخطأ أنه من معمر نص عليه الأئمة كأحمد ونص على ذلك أيضا شيخ اسلام بن تيمية وغيرهم فالمقصود أن هذا الحديث لا يصح حديث غيلان لا يصح كما ضعفه الأئمة وإن أخطأ من أخطأ من أهل العلم في تصحيحه نظرا لظاهر الإسناد كابن أبي المجد وعلى العموم فإن هذا الحديث مع ضعفه إلا أن عمل المسلمين عليه فيقولون إن المرء إذا أسلم وعنده عشرة نسوة إلا خلاف أبي حنيفة في بعض الجزئيات فيما لو عقد العشر في عقد واحد وعنده عشر نسوة قبل الإسلام وأسلمنا معه فإنه يختار أربع منهن والباقي يفارقهن وتكون فرقة ولا تكون طلاقة والفرق بين الجمهور وبين قول أبي حنيفة أن أبا حنيفة يقول نصحح زواج المتقدمات دون المتأخرات والأقرب أننا لا نقول كذلك وإنما نقول هو يتخير ولو اختلف تقدم نكاح بعضهن على بعض أحصل الله عليكم يقول ورحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا روه الخمسة إلى النسائي وصحب أحمد والحاكم وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاحا جديد قال الترمذي حديث بن عباس أجد إسناد والعمل على حديث عمر بن شعيب نعم هذان حديثان من أشكل الأحاديث الحقيقة في مسألة حينما يتزوج الرجل امرأة ويكونان كافرين وهذه المسألة يسمونها نكاح المشركين فإذا أسلم هذان الزوجان معا في وقت واحد فإنه يحكم بصحة نكاحهما وإذا أسلم أحد هذين الزوجين وطلب الفرقة وتزوج فإنه حينئذ والثاني بقي على كفره فإنه حينئذ يفسخ النكاح بلا إشكال يبقى الخلاف في ملو أسلم أحد الزوجين والآخر لم يسلم ولم يطلب الفرقة عن طريق القضاء ولم تنقض العدة أو بعد انقضاء العدة لا ننظر هنا العدة للنخلاف العدة أيضا ولم يتزوج إذن لم يفسخ النكاح لم يطلب بفسخ النكاح ولم يتزوج أي الزوجة تتزوج زوجا آخر فما الحكم في هذه الحالة وهذه المسألة الحقيقة من أكثر المسائل إراداً عند حديث العادة بالإسلام من جهة وأكثر المسائل تعارضاً بين هذه الحديثين حديث العباس وحديث عمرو الشعيب عن أبيه عن جدة ووجه كثرة إرادها أن كثيراً من النساء يسلمنا وتبقى مثلاً في المملكة هنا سنة أو سنتين أو ثلاثة تكون عاملة في مستشفى وغيره ثم بعد خمس وست سنوات يسلم زوجها فهل نقول يجب أن يجدد عقد النكاح أم لا هذه مسألة مهمة جداً وأيضاً يترتب عليه فروع كثيرة متعلقة بهذه المسألة وأما إذا طلبت فسخ النكاح وتزوجت زوجاً آخر بعد انقضاء عدة فإن هنا ما فيه إشكال يجوز ولو أسلم معاً فإنه يجوز كذلك فإنه لا نزاع في هاتين المسألة وإنما النزاع فيما لو رغبت المرأة ببقاء الزوجية أو الرغبة ببقاء الزوجية لحين إسلام الزوج الآخر هنا ورد معنا حديثان الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ردى ابنته زينب بنت على أبي العاص ابن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحاً أي لم يحدث نكاحاً جديداً فبقيت زينب رضي الله عنها زوجة لأبي العاص ست سنين بعد إسلامها وبقائه على الكفر بينما الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد شوف ردها بنكاح جديد فهنا خلاف الأول لم يحدث نكاحاً والحديث الثاني ردها بنكاح جديد وهذا الاختلاف بين الحديثين هو سبب الاختلاف في المذهب فإن المذهب قبل أن نتكلم عن عليل الحديث لأن عليل الحديث ينبني عليه تعريف المذهب فإن المذهب يقولون مشهور المذهب أن المرأة إذا أسلمت وزوجها لم يسلم فإنها تبقى مدة العدة فإن أسلم في أثناء مدة العدة فإنها ترد إليه بالنكاح الأول ولا تحتاج إلى عقد جديد وأما إذا انقضت عدتها ثم أسلم بعد ذلك فإنها لا تحل له إلا بعقد جديد فأخذوا بحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا هو قول عامة أهل العلم وهو أنها بعد انقضاء العدة لا ترد إلى زوجها الأول إلا بعقد جديد الرواية الثانية في المذهب يقول إن عقد النكاح يكون بمثابة العقد الموقوف ومعنى كونه عقدا موقوفا أي أنها أي المرأة التي إذا أسلمت وزوجها ما زال كافرا يجوز لها أو يكون لها الخيار إما أن تفسخ النكاح أو تبقى النكاح فتبقى زوجة لهذا الرجل غير المسلم ولكن لا يكون هناك أثر من أثار النكاح فلا يجوز لها التمكين ولا يجوز لها يعني أن تطاوعه في أي شيء من أحكام النكاح ولكن يبقى عقد النكاح وكثير من النساء تسلم وزوجها لا يسلم فتقول أريد بقاء النكاح لأجل الأبناء لكن يقول يحرم عليها أن تمكن من نفسها وهذا معنى قول أهل العلم إن النكاح يكون موقوفا ما لم طبعا تتزوج ويكون الأمر إليها إن شاءت فسخت وإن شاءت أبقت ولكن لا حكم للزوج عليها إذن هاتنا الروايتها المذهب عملوا بحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده والرواية الثانية عملوا بحديث الأول حديث بن عباس رضي الله عنه وضح الأمران طيب لما وضح الأمران لننتقل بعد ذلك لمسألة مهمة كيف وجه فقهاء المذهب الحديث الأول المخالف لرأيهم وكيف وجهت الرواية الثانية الحديث الثاني حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده فقهاء المذهب يتفقون على أن الحديث الأول حديث بن عباس إسناده صحيح فإن هذا الحديث صححه أحمد في بعض الروايات عنه وإن كان في بعض الروايات قد ضعفه مرة صحح هذا الحديث ومرة ضعفه ولكن أغلب ما نقل عن الإمام أحمد إنما هو تصحيح هذا الحديث وإذلك قال الترمذي ليس بإسناده بأس أي أن هذا الحديث لا بأس به وأما أحمد فقد تردد فقد نقل عنه أكثر أصحابه أو الأكثر أنه يصححه ومرة قال الإمام أحمد ما أراه يصح هذا الحديث فإنهم يختلفون فيه فمرة يصححه ومرة يرده إذن التوجيه الأول لهذا الحديث أن بعض أهل العلم وإن كان هو قال إن أحمد ضعفه وهذا التوجيه ليس في محلة فإن هذا الحديث أصح حديثا من حديث عمر بن شعيب كما نص على ذلك الترمذي وغيره كما سيأتي بعدها قريب التوجيه الثاني المذهب أنهم قالوا إن هذا الحديث كان قبل نسخ زواج الكافر بالمسلمة حرمة زواج الكافر بالمسلمة فيكون منسوخا بالآية وقد رد على هذا ابن القيم في إعلام أو في أحكام أهل الذنة وقال كل من يعلم السيار يعلم أن هذا كان متأخرا والآية نزلت متقدمة فلا يصح دعواء أن هذا الحكم منسوخ وخاصة أنه ست سنين والحكم لم ينسخ فالرد للقول بأنها منسوخ فيه نظر التوجيه الثاني قالوا إن زينب رضي الله عنها كانت حاملا واستمر حملها هذه المدة كلها ولم تلد إلا بعد ذلك نقل هذا في المغني ونقلوا عن أبي عمر بن عبدالبر فما زالت في العدة لأنها حامل ست سنين وهذا نقول غير صحيح من جهتين فلو كانت حاملا لنقل والأمر الثاني أنكم تقولون إن أقصى مدة الحمل أربع سنين وهنا جلست ست سنين فلا يصح هذا التوجيه أيضا الأمر الثالث أن بعضهم قال إن زينب كانت مريضة والمرأة إذا كانت مريضة وارتفع حيضها فلابد أن تنتظر إلى حين يعود حيضها فارتفع حيضها ست سنوات كاملة وإذلك لم تأتيها ثلاثة قرؤ فكانت مريضة رضي الله عنها وهذا أيضا ضعيف فلو كان كذلك لا يعني نقل ومثل هذا يستدعي النقل ولم ينقل التوجيه الخامس لهذا الحديث أن بعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بنكاح جديد كما حفظه عبد الله بن عمر بن العاص في حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ولكن ابن عباس لم يعلم بذلك لأنه في وقته كان صغيرا رد بن قيم أيضا على ذلك وقال هذا غير صحيح فإن ابن عباس إنما روى هذا الحديث في حالك يعني كبره إنما كان كبيرا ولم يقل ذلك ابن عباس رضي الله عنه إلا وقد كان يعني مطلعا عليه ومستقرا في نفسه أن هذا العقد كان كذلك وهو مشهور وابن عباس من أعلى من الناس بأخبار قريش إذن بناء على ذلك فإن ما رد به هذا الحديث لا رواية ولا دراية غير ليس في مكان كما بسط ذلك ابن القيم في أحكام أهل الذمة أما الرواية الثانية التي قدمت حديث ابن عباس فقد كان حظهم ونصيبهم إنما هو رد حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده فقالوا إن حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنة زينب بنكاح جديد ولذلك قال الإمام أحمد إن هذا الحديث حيث عمر بن شعيب ضعيف وقال الدار قطني إنه لا يثبت والعلة فيه أن فيه رجل أن يدعى بمحمد بن عبيد الله العرزمي وقد قال الإمام أحمد إنه متروك هذه علة والعلة الثانية أن فيه حجاج بن أرطاه والكلام فيه معروف ومشهور فإنه مضعف والعلة الثالثة وهي من العلل الخفية نص عليها الإمام أحمد أن حجاجا لم يسمع هذا الحديث من عمر بن شعيب وإنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي يقول ولا يساوي محمد بن عبيد الله شيئا ولذلك يقول البيهق رحمة الله عليه لا يعبأ بهذا الحديث أحد يدريم الحديث حديث عمر بن شعيب لا يعبأ به ولا يحتج به أحد يدريم الحديث وإذلك أهل العلم كلهم متفقون على تضعيف حديث عمر بن شعيب حتى قال يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد إن حديث بن عباس أجود ولكن العمل على حديث عمر بن شعيب العمل عليه ولكن اختيار الشيخ تقييدين ورواية الثانية هو العمل بحديث ابن عباس نعم أحسن الله إليكم يقول ورحمة الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها وردها إلى زوجها الأول روى أحمد وأبو داود وابن ماجه وصحب بن حبان والحاكم نعم هذا الحديث من عباس ذكر مصنف من صححه وقد ذكرها الشيخ تقييدين وأعله بسماك ابن حرب واسماك فيه كلام يعني بين أهل العلم مشهور هذا الحديث فيه أن رجل أسلم أسلمت امرأة ثم جاء زوجها بعدها فقال إني كنت قد أسلمت وعلمت بإسلامي وعلمت بإسلامي قال فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الثاني وردها إلى زوجها الأول قال الفقهة رحمه الله تعالى في مشهور المذهب أن هذا أن المرأة علمت بإسلامه في أثناء عدتها أن علمها بإسلامه إنما هو كان في أثناء عدتها هذا هو تقرير المذهب كما سبق معنا في شرح حديثين السابقين وأما على الرواية الثانية فإنهم يقولون إن علم هذه المرأة بإسلام زوجها بعدها إنما كان قبل زواجها من الثاني ولذلك يقول الشيخ تقي الدين إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ردها ردها بحج لما علم أنه قد أسلم أي الثاني وعلمت بإسلامه فقط هذه هي العلة أنه أسلم وعلمت بإسلامه ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل هل كانت في العدة أم لا وهل كانت يعني قد يعني استفصل يعني منه في هذا الاستفصال قالوا وترك الاستفصال يدل على أن الحكم يعم الجميع ما لم تنتفي هذه العلة وهو كونها قد علمت بإسلامه قبل زواجها وهذا أيضا يؤيد الرواية الثانية في مشهور مذهب الإمام أحمد وأما المذهب فإنهم يحملون على أن علمها بإسلامه كان قبل خروج أنقضاء عدتها نعم أحسن الله إليكم يقول رحمه الله تعالى وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا فقال البسي ثيابك والحقي بأهلك وأمر لها بالصداق رأىه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الأحاديث المتعلقة بعيوب النكاح وعيوب النكاح المراد بها ما يتصف به أحد الزوجين من العيوب الخلقية التي خلقه الله عز وجل عليها ويجوز للزوج المقابل أن يفسخ النكاح إذا علم بها إذن هذه العيوب قبل أن نذكر عدها علم أحد الزوجين بها له ثلاث حالة الحالة الأولى أن يكون عالما بها قبل عقد النكاح أو عنده فهذه نقول إن إن ضاءه لعقد النكاح يسقط حقه في الخيار بهذه العيوب لأن العلم يدل على الرضاء لأن أقر بما هو أعلى وهو عقد النكاح فدل على رضاه به هذا المسألة الحالة الثانية أن يعلم أحد الزوجين بهذا العيب بعد عقد النكاح ثم يأتي منه ما يدل على الرضاء إما بقوله أو بفعله فأما قوله بأن يقول رضيت وأما فعله فبأن يطأ الزوج أو تمكن المرأة من نفسها فيسقط حقها أو حقه في العيب وهذه تسمى الدلالة العرفية على الرضاء بالعيب فإذا علم أحد الزوجين بعيب صاحبه وجدت منه دلالة نصية أو عرفية على الرضاء سقط حقه بالخيار النوع الثالث أن يعلم أحد الزوجين بالعيب في صاحبه بعد عقد النكاح ثم يطلب الخيار يعني يطلب الفسخ فهو بالخيار طبعا فإذا علم فهو بالخيار إما أن يمضي وإما أن يفسخ فيمضي فيكون النوع الثاني بالرضاء ويفسخ فيفسخ عقد النكاح وسيأتي بعد القليل من الذي يترتب على الفسخ لمن يكون المهر أول حديث في الباب هو حيث زيد بن كعب رضي الله عنه أنه قال تزوج تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار فلما دخلت عليه وضعت ثيابها ورأى بكشحها بياضا رأى بكشحها يعني رأى فيها مثابة البرس بياضا أي مثابة البرس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلبسي ثيابك والحقي بأهلكي وأمر لها بالصداق عليه الصلاة والسلام هذا الحديث فيه دليل على أن البرس عيب من عيوب النكاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم فارق هذه المرأة لكونها فيها هذا المرض وهو البرس وإذلك يقول الموفق رحمه الله تعالى في الكافي فثبت بهذا الحديث رد المرأة بالبرس فنقيس عليه كل عيب آخر في معناه مما يمنع الاستمتاع كل عيب آخر في معنى البرس يقاس عليه في رد النكاح طبعا قبل أن ننتقل الأحيثة بعده هذا الحديث فيه مسألتان مسأل أولى أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه المرأة ولكن لكرمه صلى الله عليه وآله وسلم ولأنه أوتي جوامع المكارم وتممت المكارم فيه فإنه لم يفسخ النكاح وإنما ردها وجعل المهر لها فجعله طلاقا ففارقها عليه الصلاة والسلام ولم يأخذ من مهرها شيئا عليه الصلاة والسلام وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم وذلك الكريم من الرجال إذا أعطى المرأة شيئا لا يأخذه فإن هذا لا نقول هو اللئيم إنه مجد من بعض الصحاب وإنما هو من مكارم الأخلاق والأتم أنه لا يأخذ المرء إذا بذل شيئاً لامرأة من عوض ولا غيره المسألة الثانية قبل أن ننتقل الحديثة بعده في قول النبي صلى الله عليه وسلم والحقي بأهلك هذه الجملة أخذ منها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى مسألة نحن قلنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق ولم يفسخ أخذ منها فقهاؤنا أن قول الرجل لامرأته إلحقي بأهلك أنها صيغة من صيغ الطلاق ووجه كونها صيغة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ولم يسترد الصداق فذل على أنه طلاق وليس فسخاً وحينئذ فقوله إلحقي بأهلك هي صيغة من صيغ الطلاق ولكنها صيغة كنائية وليست صيغة صريحة والصيغة الكنائية عند الفقهة نوعان إما أن تكون صيغة كنائية ظاهرة وإما أن تكون خفية فالصيغة الكنائية فكنايات الطلاق الظاهرة هي التي يكون الأصل فيها ثلاث ما لم ينوي واحدة فيكون الأصل فيها أنها ثلاث إلا قال أنا أنوي واحدة فتقع واحدة وأما الخفية ومنها إلحقي بأهلك فإنها تكون واحدة ما لم ينوي بها ثلاثة ودليلهم على أن إلحقي بأهلك خفية من كنايات الطلاق الخفية قالوا كما ذكر ذلك البهاء المقدسي في العدة في شرحه للعمدة قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلق ثلاثا لأنها خلاف السنة فإنما طلق واحدة فذلك تكون خفية ولا تكون ظاهرة فتكون من الكنايات إذن هذا الحديث يدل على ثبوت الرد ولا يدل على ثبوت الفسخ وهذه عبارة الموفق وهو أدق نعم أحسن الله إليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجدومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبن شيبة ورجال مثقات وروا سعيد أيضا عن علي نحوه وزاد أو بها قرن فزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها أورد المصنف بعد ذلك من حديث العيوب في النكاح حديث عمر وعلي رضي الله عنهما وهذان الحديثان فيهما تشابه من وجه وفيهما اختلاف من وجه آخر الأول حديث سعيد بن مسيب أن عمر بن خطاب رضي الله عنه قال الأثر ونقله وأتى المصنف بسعيد بن مسيب لكي يبين أن هذا الحديث جاء من طريق سعيد عن عمر وذلك قال في آخره ورجاله ثقات ولم يقول إنه صحيح لأن بعضا من أهل العلم أعل هذا الحديث بأنه منقطع لأن سعيد بن مسيب رحمة الله عليه لم يدرك عمر ولم يروي عنه يقول ابن قيم رحمه الله تعالى لما نقل عن بعضهم أنه أعل هذا الخبر بكون سعيد لم يدرك عمر فهو منقطع قال وهذا الإعلال من الهذيان البارد وهو مخالف لإجماع أهل الحديث فإن أهل الحديث مجمعون على الاحتجاج برواية وخبر سعيد عن عمر حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من لم يحتج بسعيد عن عمر فممن يقبل إذا لم نقبل يقول أحمد إذا لم نقبل من حديث سعيد عن عمر فمن نقبل وإذلك كان كبار الصحابة بل أبناء عمر كعبد الله بن عمر إذا استشكل عليهم شيء من أخبار عمر ومن قضاءه ذهبوا إلى سعيد بن مسيد إذن أبناء عمر وكبار الصحابة يرجعون لسعيد في هذا الباب فهو من أعلى من الناس بقضاء عمر وإذلك فإن إعلال هذا الحديث وغيره بالانقطاع بين السعيد وبين عمر لا يصح مطلقا وهو كما عمر بن قيد فقيم من الهذيان البارد الذي لا وجه له هذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنه قال أيما أي هذه صفة صيغة من صيغ العموم أي كل رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصا قوله فوجدها ألفاء تفيد التعقيب وهذا يدلنا على القسم الذي ذكرناها قبل قليل أنه إذا كان يعلم ببرصها أو يعلم بعيوبها قبل عقد النكاح فإنه حينئذ علمه وإنشاؤه للعقد بعده يدل على رضاه لأن الرضا قارين العلم قال فوجدها برصاء والبرص معروف وهو مرض معروف ولكن يفرقون بين البرص والبهق فيرون أن البهق هو أمر يزول وأما البرص فإنه يبقى في البدن قال أو مجنونة والمقصود من المجنونة هي من يذهب عقلها وتجن ولو كان جنونها لساعة ولو كان ساعة من المتقطع فإنه يلحق به ولذلك ألحق صورا من ذهاب العقل بالجنون ومن الصور التي ألحقت بالجنون ما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من إلحاق الوسوسة بالجنون فإن بعض صور الوسوسة وهو حينما يكون المرء قد وقع في غنو في الوسوسة حتى إنه يعيد الطهارة مرات أو يعيد الصلاة كرات أو يدخل في أموره المعتادة أشياء كثيرة فهو نوع من أنواع الجنون وذلك قال أحمد رحمه الله تعالى أو وجد في صاحبه أي أحد الزوجين في صاحبه وسوسة جاز له الخيار بفسخ عقل النكاح قال أو مجنونة وقلنا إن المجنون ولو ساعة أو مجذومة أي وجدها مجذومة فيها مرض الجذام والجذام للأمراض المعدية يعني كل مرض معد يكون في الجلد يستقبح شكلا ويكون معديا قال فلها الصداق والمراد بالصداق هنا إنما هو الصداق المسمى في عقل النكاح وسأرجع المسألة بعد قريب قال بمسيسه إياها أي بوقوعها عليها قال وهو له على من غره منها سنتكلم عن هذه الجملة بعد قريب قال وروا سعيد يعني سعيد بن منصور رحمة الله عليه عن علي نحوه أي نحو حديث عمر قال وزاد وبها قرن القرن هو أحد عيوب النكاح الخاصة بالمرأة والمراد بالقرن هو انسداد يعني فرج المرأة بحيث لا يمكن وطغها بلحم ينبت فيه وسأذكر هذه الصفات بعد قريب قال فزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها الفرق بين حديث سعيد بن مسيب وحديث عفاً فرق بين حديث عمر وحديث علي رضي الله عنه طبعاً حيث علي جاء من طريق الشعب عن علي كما عند سعيد بن منصور وله طرق يعني تشهد له كذلك الفرق بينها من جهات الجهة الأولى أن حديث علي وخبر علي في زيادة صفة وهي القرن الأمر الثاني أن حديث علي رضي الله عنه فيه أن لها المهر وسكت ولم يقل إنه يرجع على من غره ولذلك فإن هذين الحديثين بينهم اختلاف وقد جاء عن الإمام أحمد أنه استشكلت عليه هذه المسألة فنقل عنه إسحاق بن منصور كوسج أنه سأله قال أتقول بحديث علي وعمر فقال لا أدري لا أدري قال ثم سألته بعد ذلك فقال لا أدري إلا أن يرجع على الولي فيكون معنى قول علي فيرجع الولي إذن سكت ولم يذكر الرجوع على الولي بمعنى أنه موجود في الذهن ومستقر وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال كنت أذهب لأثري علي وعدم الرجوع على الولي وإنما يكون لها المهر في مقابل الوط وثم بعد ذلك هبته ثم ملت إلى قول عمر إذن عندنا أمران هل هم متعارضان في أول أمر كان أحمد يرى أنهم متعارضان لعدم الرجوع على الولي ثم بعد ذلك أحمد قال إنهم ليس متعارضين وإنما قول علي محمول على قول عمر بأن يرجع الولي فيكون السكوت لا يلزم منه النفي السكوت عن هذه الزيادة لا يلزم منها النفي هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الأولى أن هذا الأثر عن علي وعمر رضي الله عنهما فيه أن أحد الزوجين إذا وجد في زوجه عيبا فله الخيار فله الخيار والخيار يكون بين أمرين إما في الإمساك أو بالمفارقة هذا هو الحكم الأول الحكم الثاني أن الرجل إذا علم بالعيب ثم فارق زوجته فإن له حالتين الحالة الأولى أن يفارقها قبل الدخول فإن فارقها قبل الدخول فلا مهر لها فترد المهر كاملا له إذا كان العيب فيها هي وأما إن كان العيب فيه هو فكذلك لأنه أصبح فسخ للعقد فترد له مهرة وهي ترد له المهرة فلا مهر لها إذن فترد له المهرة كاملا وأما إن لم يعلم بالعيب إلا بعد الدخول ففقهاؤنا رحمة الله عليهم يقولون إن المرأة يكون لها المهر المسمى وليس مهر المثل لأن حديث عمر فلها الصداق وألهنا عهدية بمعنى الصداق المعهود الذي تعارف عليه واتفق عليه فله الصداق كاملا وذلك كما علل قال بمسيسه إياها طيب والزوج يرجع على من غره على الذي غره فإن كان الذي غره أبوها أو أخوها أو غيره فإنه في هذه الحالة يأخذ منه هو المهر لأنه الغار وعندنا قاعدة فقهية أن الغار ضامن طيب فإن كانت المرأة عالمة هي عالمة وهي التي غرت سكتت لم تخبر أحدا بأن كانت من العيوب الخفية غير الظاهرة فنقول في هذه الحالة فإنها فإنه يرجع عليها بالمهر إن كانت قد استلمته وإن لم تكن استلمته فلا مهر لها لأنها في هذه الحال هي الغارة وهذا هو المذهب ولذلك يقول ابن القيم بعد أن انتصر للمذهب في هذه المسألة قال وهذا هو محظ القياس هذا هو محظ القياس الرجوع لأن من قال إنه لا يرجع وأخذ بحديث عري أو بظاهر عري قال لأن القاعدة في المتلفات لا بد في مقابل الإتلاف وهو المسيس ولماذا يرجع فقال ابن القيم بل هو محظ القياس أن يرجع على من غره ولو كانت هي المرأة قال وذلك هو محظ القياس والميزان الصحيح هذه المسألة قال لأن الولي لما لم يعلمه وأتلف عليه المهر لزمه ضمانه وهذا هو العدل وحديث عمر رضي الله عنه موافق للعدل وموافق للقياس وللمعاني العامة في الشرعية لحيث الثبوت هذه هي المسألة الثانية المتعلقة بهذا الحديث المسألة الثالثة أن هذين الحديثين أورد بعضا من العيوب ولم تولد كل العيوب ولأهل العلم روايتان في هذه المسألة فمشهور المذهب أن العيوب التي يفسخ بها النكاح ويجعل فيها الخيار محصورة وليست مطلقة وقالوا إن هذه العيوب هي التي ورد بها النص من حديث عمر ومن حديث سعيد ومثله حديث زيد بن عجر عن أبي فقالوا إن هذه العيوب إما أن تكون مشتركة بين الزوجين أو أن تكون خاصة بالنساء أو تكون خاصة بالرجال فالعيوب التي تكون مشتركة بين الزوجين هي ثلاثة الجنون وتكلمنا عنه قبل قليل والبرص والجذام وقد جاءت في حديثي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمن وجد فيه جنون أو برص أو جذام من أحد الزوجين جاز لزوجه الآخر فسخ النكاح وسبق تفصيله قبل قريب وأما العيوب التي تكون خاصة بالرجل فإنها عيبان وهي الجب والعنة ومقصود بالجب هو القطع والعنة وعدم القدرة على الوطن فمن كان من الرجال فيه أحد هذين العيبين فقط دون ما عداهما فإنه يكون عيبا يجوز للمرأة أن تفسخ العقد به وأما غير هذه العيبين كالعقم فإن المذهب بل هو قول عامة أهل العلم لا يكون عيبا في النكاح كون الزوج عقيم ليس عيبا في النكاح وإنما العيب الذي يحق به الفسخ إنما هو الجب والعنة ولا يمنع ذلك من أن يكون لها الخيار بفسخ آخر وهو الخلع لكن نتكلم عن الفسخ بالعيب وأما العيوب الخاصة بالمرأة فإنهم يقولون إنها أربعة وهي الرتق وهو انسداد المحل بعظم والثاني ذكر هنا عليه رضي الله عنه وهو القرن وهو انسداده بلحم نابت فيه والأمر الثالث وهو العفل وهو ورم يخرج خارجي فيسده والأمور الثلاثة هذه متشابهة بمعنى أنه انسداد المحل فلا يمكن فيه الوطن مثل الجب والعنة للرجل والأمر الرابع هو قالوا الفتق وهو يعني انخراج المحل فيكون السبيلان يعني أو انخراج ما بين السبيلين فيكون المحل يعني ما يمكن الانتفاع إذن هذه الأمور هي العيوب على مشهور المذهب ودليلهم في ذلك قالوا لأننا لو فتحنا الباب في كل عيب فلن تنحصر العيوب وتتجدد العيوب وتختلف الأذواق وتختلف الأعراف فيكون هناك سبب لفسخ النكاح بالعيب من كل امرأة أو من كل رجل هذا لا بد فيه من الاحتياط فلا نتجاوز المنصوص عليه دون معده الرواية الثانية في المذهب أنه يفسخ النكاح بالعيب بكل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ينفر أحد الزوجين من الآخر ولا يحصل معه مقصود النكاح من الألفة والرحمة والمودة والاجتماع فحينئذ يكون عيبا يفسخ به النكاح وبناء على ذلك فكل ما يستقدر على اختلاف أعراف الناس وأنواعهم يكون كذلك عرفنا دليل المذهب وأما دليل الرواية الثانية فإنها أيضا حديث عمر رضي الله عنه فقد جاء في بعض طرق حديث عمر عند سعيد بن منصور في سننه وهي مطبوعة بحمد الله أنه قال فوجدها برصاء أو عمياء قال فزاد كلمة عمياء وأنتم تقولون إن العماء ليس من عيوب النكاح التي يفسخ بها النكاح فدلنا ذلك على أن العيوب أن عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنهما حينما عددوا العيوب لم يعددوها على سبيل الاختصاص والحصر وإنما عددوا هذه العيوب على سبيل التمثيل بدليل الرواية الأخرى وهي عمياء وهذا القول الذي ذهب لها بن قيم هو الذي اختار للشيخ تقييد دين وغيره من أهل العلم وإن كان الشيخ محمد بن مفلح الفروع نسبه للعلامة بن قيم وحده وإلا هو رأي شيخه قبل ذلك نعم بس الله عليكم يقول رحمه الله تعالى ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال قضى عمر في العنين أن يؤجل سنة ورجاله ثقات نعم قال أيضا ورأى سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قضى في العنين والعنين هو الذي لا يستطيع الوطن أن يؤجل سنة قال ورجاله ثقات هذا الحديث أيضا رواه الإمام أحمد ورواه من طريقه عبد الله ابنه في المسائل مسائل عبد الله وهذا الحديث سناده صحيح والقول بأن سعيدا كما مر معنا لم يسمع من عمر فيه نظر هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الأولى أن العنة عيب في الرجل يبيح لمرأة فسخ النكاح وحينئذ تفسخ النكاح ويثبت لها المهر لأن العبرة بالدخول كما سبق معنا وليس العبرة بالوطن فيثبت لها المهر كاملا وقد تقدم معنا حينما تكلمنا قبل ذلك أن هناك أحكام تتعلق بالوطن وهناك أحكام تتعلق بالدخول وهناك أحكام تتعلق بالخلوة هذا الحكم في ثبوت المهر هنا إنما يتعلق بالدخول ولو ثبت عدم وجود الوطن أما الوطن فيثبت به بعض الأحكام مثل الإحصان وغيره هذه المسألة الأولى المسألة الثانية أن العنين الرجل إذا ثبتت عنته بإقراره فإنه يفسخ مباشرة وإن لم تثبت عنته فإنه يؤجل سنة طبعا أو ثبت خلاف ذلك قد يثبت خلاف ذلك كالإفضاء وغيره فإنه لا يفسخ النكال النكاح به وأما إن لم يثبت فإنه يؤجل سنة لقضاء عمر رضي الله عنه ووافقه أكثر الصحابة كبن مسعود وغيره بخلاف عثمان فإنه فسخه مواشرة فإن لم يثبت عقد النكاح فإنه يؤجل سنة وهذه السنة تكون سنة قمرية ولا تكون سنة شمسية على مشهور المذهب لأن القاعدة عندهم أنه إذا أطلقت السنة في الشرع فإنها تكون قمرية هلالية المسألة الأخيرة ونختم بها حديثنا ودرسنا وهو أن هذه السنة يبتدئ حسابها من حين الترافع للقاضي ولا يبتدئ حسابها من حين عقد النكاح لأن الفسخ هنا وكذلك سائر الفسوخات بسبب العيوب لا تصح إلا بحكم حاكم لوجود الاختلاف فيها والتنازع فحينئذ لا يصح فسخ من فسوخ العيوب إلا بحكم الحاكم ولا يصح الفسخ به خارج المحكمة إلا باب الصلح والتراضي هذه مسألة أخرى ولكن الفسخ خارج حكم الحاكم لا يصح فسخ بالعيوب ومنه العنة وذلك تحسب المدة والأجل من حين الترافع فيؤجلهم الحاكم أو القاضي سنة قمرية كاملة نكون بذلك الحمد لله أنهينا باب الكفاءة والعيوب وبمشيئة الله عز وجل ننتقل الباب الذي بعده في الدرس القادم والدرس القادم إن شاء الله بعد الإجازة لأن الاختبارات قربت فإن شاء الله أول أسبوع بعد الإجازة نكمل الحديث نسأل الله عز وجل الإعانة وأن يؤسر لنا كل عسير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر